بعد الانتخابات التشريعية بالهند ضمن رئيس الحكومة ناريندرا مودي ولاية ثالثة لخمس سنين ولو بنتيج ضعيفة مقرنة بآخر ولايتين لغاية 2029 حيكمل مودي برنامجه القائم على الشعبوية القومية والتركيز على الاقتصاد وتحويل الهند لريهان غربي ضد الصين بجنوب آسيا انتزع مودي الحكم بال2014 من المؤتمر القومي الهندي لقاد كفاح الهند للاستقلال ولضام شخصيات تاريخية مثل جاندي ونهره وبعكس اتجاهات المؤتمر العلمانية والديمقراطية تمنى مودي توجهات يمينية متشددة بتركز على القومية الهندوسية اقترن اسم مودي دايما بالانتقادات اللي بتربط سياسته باستهداف الأقليات بالهند وخاصة المسلمين ارتبطت شعبية مودي بنجاحات سياسته الاقتصادية لركزت عدعم الانتاج المحلي بتحويل الهند لقطب صناعة أساسة منافسة على مستوى العالم الهند اليوم خامس أكبر اقتصاد بالعالم بعد ما كانت بالمرتبة العاشرة قبل وصول مودي على السلطة وارقام النمو الحالية بتشير لاتجاه الهند لاحتلال المرتبة الثالثة سنة 2027 بعد أمريكا والصين على المستوى السياسي حط مودي الهند بمواجهة الصين سياسيا واقتصاديا بجنوب أسيا وهيك تحول لحليف مدلل من الدول الغربية وضمنها التوجه السياسي حول مودي الهند لداعم أساسة لإسرائيل بعكس سياسات الهند التاريخية قبل عملية توفان الأقصى تحولت الهند لطرف أساسي بمشروع الممر الاقتصادي اللي بيربطة بأوروبا عبر السعودية والإمارات وإسرائيل مشروع لو ما قشت الحرب كان مفروض يساهم بدمج إسرائيل بالمنطقة بعد التطبيع السعودة معه هالتوجهات الثلاثة ما رح تتغير بالمرحلة الجاي بس تراجع الانتخابة لمودي واتراره لتشكيل حكومة اقتلافية من عدة أحزاب بيأكدوا أن حكم مودي ما حيكون مستقر مثل ما كان الوضع من 6 إلى 2014